استقبل الجنرال إدريس دوكونياد ديكير وزير الأمن العام والهجرة والوفد المرافق له فور وصوله لمدرسة الشرطة الوطنية في الجزائر بعرض فيديو لنظام التدريب في هذه الأكاديمية وطاريقها ووظائفها وجميع التخصصات والموارد المادية والبشرية التي تحت تصرفها لإزبات قدرتها على احتوال احتجاجات العنيفة تم إجراء محاكاة لمكافحة الشغب لإنفاذ الغانون ببراعة ومن ثم كانت زيارة المتحف حيث يتم الكشف عن الطريق الكامل للشرطة الجزائرية والتوغي على سجل المتحف يعني خطام زيارة المدرسة العليا للشرطة بصفته رئيس الوكالة الوطنية المسؤولة عن إنتاج الوسائق المؤمنة غام الجنرال إدريس دوكونياد ديكير بزيارة مركز إنتاج المستندات والوسائق المؤمنة بعد عرض تقدمي لهذا الهيكل والمهام الموكلة إليه غام الوزير ومعاونه بزيارة سلسلة إنتاج الوسائق وأمن الوسائق بأثمانها أفاد مدير هذا المركز أن لدى شركتهم غدرة إنتاجية يومية تبلغ 8 ألف رخصة قيادة و12 ألف جواز سفر و20 ألف بطاقة هوية وطنية ضمن وحدة تعليمات الحماية المدنية والتدخل رحب الجنرال إدريس دوكونياد ديكير ترحيبا حارا كما هو الحال في كل الأماكن التي استضيف فيها حيث بدأ بطابور الشرف من قبل غواط الشرطة وبعده حضور عرض موجز يصف المهام الحقيقية للخماية المدنية وانتهى الوفد الوزاري من العرض وغام بجولة لجميع أجهزة هذه الخلية لتمكينها من إنجاز مهمتها بأمان تام على كامل الأراضي الجزائرية أتاحت هذه الزيارة بلا شكل للوزير ووفده استكشاف الإمكانيات الاستراتيجية الهائلة للجزائر والاستفادة من هذه التجربة العملاغة وأينما حل الوزير قدمت له الهدايا كل هذا عزز بداية جديدة في التعاون الأمني بين أمجمينة والجزائر اشتركوا في القناة